موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتوسيع جهود الاستكشاف والانتاج بالتنسيق بين البترول وشركة إني الإيطالية موسيقى الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مضلة المنطقة الاقتصادية لقناة سويس إلى مدن متكاملة الجوانب موسيقى البنك المركزي يعلن عن زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي وتدفق 925 مليون دولار من مستثمرين أجانب موسيقى منتصف ليلة القاهرة بتوقيت العاشرة بتوقيت جرانيتش نشر إخبارية تأتيكم من القاهرة أهلا بكم والبداية مع هور محمد إليك هور أهلا بكي ميرفت أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام ومن العنوين للتفاصيل الأخبار حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بتنصيق بين وزارة البترول وشركة إني الإيطالية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وفي اجتماع آخر لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة من خلال تشكيل كيان استثماري فعال للمنطقة في المشروعات التابعة لها كما وجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب والعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الوقود الأخضر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إني الإيطالية للبترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس شركة إني الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز في مصر وذلك في ضوء ما تمثله من مركز إقليمي لتدول وإنتاج الطاقة والغاز المسال وهي المكانة التي تزداد أهمية في إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة وبالنظر إلى الفرص الواعدة والإمكانات التي تزخر بها مصر في هذا المجال من جانبه وجه السيد الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنصيق ما بين وزارة البترول وشركة إني الإيطالية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إني كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد تم في هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش لسيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص كما اطلع السيد الرئيس على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات فضلا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية خاصة إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الوقود الأخضر وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة في عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه والتي تدخل كمكون رئيسي في العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية كما وجه السيد الرئيس بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصة موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم مما يوفر فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها وترسيخا لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتدول الطاقة في المنطقة ووجه السيد الرئيس أيضا بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية وذلك في إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة في منطقة القناة واتصالا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة ما يتعلق بالطرق والمحاور وجه السيد الرئيس بتطوير طريق السويس السخنة وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقي المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية في تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والتكامل مع مدينة السويس الجديدة وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن دعوة الرئاسة الهندية لمصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين تعدن عكاساً لروابط التاريخية بين البلدين قيادة وحكومة وشعباً وتأكيداً لمكانة مصر على الساحتين الأقليمية والدولية وخلال اجتماع بشأن التحضيرات الأولية للمشاركة المصرية في اجتماعات قمة مجموعة العشرين قا ضيف للرئاسة الهندية للمجموعة في عام 2023 قال مدبولي أن هناك تكلفات من الرئيس السيس بإلاء ملف المشاركة المصرية في اجتماعات مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً وأن تكون هناك مشاركة نشطة ومؤثرة في مختلف اجتماعات المجموعة وذلك من أجل تعزيز العمل الدولي المشترك في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وخاصة القضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا والدول النامية مثل الغزاء والطاقة والمناخ وتمويل التنمية وإصلاح النظام الاقتصادي العالمي أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار وتوفير المناخ الملائم الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطعات التي تمثل أولوية دعماً للاقتصاد المصري وخلال عقده اجتماعاً مع رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة كلف رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل يضم كلاً من وزيري الإسكان والتجارة للتنسيق بشأن عدد من ملفات العمل التي من شأنها أن تسهم في دعم قطاع الصناعة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية وحل مشكلات المصنعين كما ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمناقشة وبحث سبل توفير الزيوت الخام محلياً ونقش الاجتماع سبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج زيت الطعام والعمل على الحد من استراده كما تناول الاجتماع عدة مقترحات ورؤى مستقبلية لتحقيق درجة من الاكتفاء الذاتية من مختلف أنواع الزيوت والتي من ضمنها بحث السبل التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية بمشروعات الاستصلاح الجديدة أعلن البنك المركزي زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي حيث تدفق 925 مليون دولار من مستثمرين أجانب منذ يوم الأربعاء الماضي وذلك في حراك إيجابي كبير وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من مليارين دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاث أيام الماضية هذا بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدابير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت كما أعلن البنك سداد مليارين ونصف المليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمدينية الخارجية خلال شهرين وأضاف أن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاعاً رغم سداد تلك المديونات بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 34 مليار دولار مقابل 33 مليار ونصف المليار دولار بنهاية شهر نوفمبر ورصد البنك المركزي مجموعة من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بسوق الصرف والمتمثلة في زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج وكذلك من قطاع السياحة كما تم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتحول إلى أسواق المال حيث ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأثنين مدعومة بمشتريات المتعاملين المصريين وقد ربح رأس المال السوقي نحو 18 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و43 مليار جنيه وقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 71 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 15837 و91 مليار جنيه كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2897 و70 مليار جنيه وشملت الارتفاعات مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا والذي ارتفع بنحو 91 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4356 و33 مليار جنيه أعلنت وزارة الداخلية جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والتي أصفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نتابعها في العرض التالي تتواصل الضربات الأمنية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وجرائم غش السلع بكافة أنواعها بخاصة جرائم غش مسلزمات الانتاج الزراعي والداجني فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن عملات أمنية مكبرة في هذا الإطار أصفرت جهودها عن ضبط مخزنين ومحلين وشركة وأربعة مصانع بدون ترخيص بالجيزة لاتجارة وتصنيع العلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بداخلهم قرابة 600 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وستة أطنان ونصف مخصبات وأسمدة زراعية بدون بيانات ومجهولة المصدر كما نجحت في ضبط ستة محلات ومخزن وشركة بدون ترخيص لاتجارة الأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بإجمال مضبوطات 49 طن ونصف أعلاف حيوانية وداجين مجهولة المصدر وقرابة 17500 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر ونجحت الأجهزة الأمنية بنطاق مدريات أمن القليوبية في ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تازن 42 طن مواد خام وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن منتج نهائي مغشوش وبدون بيانات كما تم ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخصبات الزراعية بداخلهما 102 طن مخصبات زراعية ومسلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة واستمرارا للحملات الأمنية بالقليوبية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع بدون ترخيص للمخللات بداخله 40 طن ونصف مسلزمات إنتاج مخللات مجهولة المصدر وبنطاق مدريات أمن الغربية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة مصانع للأعلاف الحيوانية والأسمد الزراعية بدون ترخيص بداخلها 122 طن ونصف أعلاف حيوانية ومسلزمات إنتاجها بدون بيانات كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أربعة مخازن بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية ببني سويف بداخلهم قرابة 22 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبنطاق مدريات أمن البحيرة أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط 6 شركات ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم تم ضبط أكثر من 327 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و15 طن أسمد الزراعية بدون بيانات وبنطاق مدريات أمن المنفية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط خمس شركات ومصنع للأعلاف الحيوانية والأسمد الزراعية بإجمال مضبوطات تازن 327 طن أعلاف حيوانية ومخصبات زراعية بدون ترخيص كما تمكنت الأجهزة الأمنية وبنطاق مدريات أمن القاهرة من ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية متنوعة وأكثر من 9 أطنان لحم ودواج مجهولة المصدر بمصنعين وسلاجة بدون ترخيص في سياق متصل وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 615 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات تبلغت أكثر من 446 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة فقد تم دبط أكثر من 48 طن أما في مجال حجب الأرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والبيع بأسعار من السعر الرسمية للأرز الأبيض فقد تم دبط أكثر من 388 طن وفي مجال البيع بأسعار من السعر الرسمية للسلع الغذائية فقد تم دبط قرابة 11 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط أربعمائة وثلاث قضايا من بينها مائتان وسبع قضايا خفز ناقص الوزن ومائة وسبع وعشرون قضية خفز غير مطابق للمواصفات أما في مجال القضايا التامونية المتعلقة بغش الأعلاف فقد تم ضبط أربع قضايا بمضبطات بلغة كرابة ثلاثة وعشرين طن أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق أكبر منصة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف رفع قدرات وإمكانات الشباب المتطوع وذلك استجابة لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من قدرات الشباب المصري الواعد في تحقيق مستهدفات التحالف الطموحة خلال عام الفين وثلاثة وعشرين وأوضح التحالف في بيان له أن منصة تدريب متطوعي التحالف وما تضمنه من دورات تدريبية مكثفة ستعمل على نشر قيم التطوعي على أوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد لمتطوعي التحالف وإداحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الأولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف في خدمة أكثر من ثلاثين مليون مواطن لمواجهة أثار الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التي يعيشها العالم الآن أكد وزير الخارجية سامح شكري أن التمويل في مجال تغير المناخ ما زال يحتاج الكثير من العمل وخلال كلمتي أمام قمة أسبوع أبوظبي للإستدامة أوضح شكري أن العديد من الدولة المتقدمة قد قدمت وعودا بمليارات الدولارات ولكنها لم تنفذ حتى الآن تمويل تغير المناخ لزال هو المجال الذي في حاجة إلى الكثير من العمل 100 مليار دولار أمبيك إتزامي تم تقديمهم قبل الدول ولم يلبى حتى الآن وعدت الدول المتقدمة بأن تفي بهذا الوعد هذا العام بعد ثلاث سنوات من التأخير ولكن دعوني أكون واضحا هنا عدم تقديم هذا الإتزام الهام له أثر مباشر ليس فقط على حجم الإجراءات التي نتخذه على أرض الواقع ولكن كذلك يؤثر على ثقة بين الشركاء في هذه العملية وكذلك على مستوى التوحيم والتحول المتوقع من الدول النامية والأطراف بأهمية الأطراف المختلفة والحديات التي تواجه الدول النامية بشأن عبء الزيون وكذلك زيادة تكلفة التمويل ومحدودية النفاذ إلى هذا التمويل وأوضح وزير الخارجية أن قمة كوب 27 والمنعقدة والتي انعقدت في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي كانت أول قمة تهتم بالتمويل والاستجابة للأضرار والخسائر الناجمة عن تغير المناخ مشيرا إلى الإجراءات التي تم التوافق عليها خلال تلك القمة والمتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي كوب 27 كان أول قوب يضع التمويل لذلك الاستجابة للأضرار والخسائر بعدما قامت الدول بتبني ترتيبات جديدة لتمويل الخسائر والأضرار من خلال وجود صندوق للتعامل مع هذا الغرض في شرم الشيخ المجتمع الدولي كذلك قد انعقد أفريكا يلتزم بالتعامل مع طموحات ملايين الضحايا في فاكستان وأفريقيا والجزر الصغيرة وكثير من الدول في العالم التي تواجه تغير المناخ وهناك إسرار للتعامل مع المتطلبات الضرورية السيدات والسادة في شرم الشيخ توصلنا إلى مجبوعة من النتائج التي أكدت على الحاجة إلى إجراءات لتخفيف من تغير المناخ بشكل قوي والتي يمكن أن تحافظ على هدف بأن نحافظ على واحد ونصف درجة مئوية للعالم وفقا لإتفاق باريس نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة مد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد الرابع عشر من مارس المقبل وشدد المركز الإعلامي على أن آخر موعد للتسجيل بالمبادرة وسداد قيمة الوديع المقررة وفقا لإحكام القانون هو الرابع عشر من مارس المقبل وذلك دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ كما أوضح أن عدد المستفيدين والمتقدمين من القانون تجاوز خمسة وثلاثين ألف حساب ومشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مدير جمرق السيارات بمختلف المنافذ الجمرقية بما يضمن سرعة الإفراج الجمرقية والتدخل الفوري لتزليل أي عقبات أعقدت وزارة الثقافة مؤتمراً صحفياً لكشف تفاصيل الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب والمقرر انطلاق فعلياته نهاية الشهر الجاري وخلال المؤتمر تم عرض فيديو يوضح تفاصيل الدورة الجديدة أهمها دخول لدوي الهمم ومرافقهم مجاناً وسعر التذكرة خمسة جنيهات ويتم الحجز عبر المنصة الإلكترونية بطرق دفع متعددة كما يتم تفعيل الميتافيرس بمنصة معرض الكتاب للمرة الأولى بالإضافة إلى إتاحة الجولات الافتراضية وتصفح الكتب بدور النشر المختلفة ومشاهدة الفعاليات الثقافية والفنية عبر البث المباشر وتفعيل منصة البيع الإلكترونية لإصدارات الهيئة ودور النشر الخاصة وإتاحة التوصيل إلى المحافظات ترجمة نانسي قنقر نتحول إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية حيث يعقد مجلس الأمن اليوم الثلاثاء جلسة استماع خاصة بطلب من روسيا لمناقشة اتهام موسكو لسلطات كييف باستهداف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة مذهبيا بباتريارك موسكو أكد الرئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي استعداد بلاده لتصدي لأي هجمات روسية محتملة وقال إن كييف تعمل على اتخاذ التدابير كافة لمواجهة الضربات الصاروخية الروسية الجديدة لافتا في الوقت ذاته إلى أنه تم تزويد القوات المسلحة بالذخيرة وتدريب القادة على المستوى التكتيكي قال رئيس الوزراء الأوكرانية دينيسا شميهال إن بلاده تتوقع تلقي أول ثلاثة مليارات يورو من حزمة مساعدات مالية كلية بقيمة ثمانية عشر مليار يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الجاري وقد أعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن شكر كييف لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي والرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية مؤكدا أن تلك المساعدات ستساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المستقبل أكد وزير الدفاع البريطاني بن واليس أن بلاده سترسل سربا من دبابات تشانجر 2 إلى أوكرانيا للمساعدة في صد العملية العسكرية الروسية وأعلن عما وصفوه بأنه أهم حزمة قتالية حتى الآن لتسريع النجاح الأوكراني مشيرا إلى أن المملكة المتحدة سترسل سربا من دبابات شالنجر 2 بمركبات إصلاح مضرعة وأكد أيضا أنه يتعين على حلفاء أوكرانيا تسريع الجهود الجماعية بشكل كبير واقتصادي وعسكري لمواصلة الضغط على الرئيس الروسي ويجعل الإعلان الخاص بالمملكة المتحدة أول قوة غربية تزويد الأوكرانيين بدبابات قتالية رئيسية والتي ستتخذ للمساعدة في تدريب القوات الأوكرانية أعلن رئيس الوزراء البولندي أنه ينتظر موافقة ألمانيا بسرعة لتزويد أوكرانيا بدبابات من نوع اليوبارد قبل توجهه إلى برلين حيث يعتزم مناقشة إرسال شحنات أسلحة لكييف وأضف رئيس الوزراء البولندي قبل توجهه إلى برلين حيث سيعقد محادثات مع مسؤولين سياسيين ألمان أوضح أنه لا يمكنه أن يتخيل الوضع في حال لم تمنح الموافقة سريعا وكانت بولندا قد أعلنت استعدادها لتسليم مثل هذه الدبابات المتطورة الألمانية الصنع لكييف ولكن الأمر يتطلب موافقة رسمية وصلت معدات عسكرية أمريكية إلى قاعدة عسكرية في الدنمارك واستقبل ميناء أرحوس السفينة الأمريكية وعلى متنها ستمائة قطعة عسكرية وأشارت القوات الدنماركية إلى أنه سيتم نقل المعدات العسكرية من هناك إلى أوروبا الشرقية للمشاركة في تدريبات تابعة لحلف النيتو توعد الكريملين بإحراق الدبابات التي ينوي الغرب تسلمها إلى أوكرانيا وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن إمداد بريطانيا لكييف بالدبابات لن يغير شيئا من الوضع في أوكرانيا بل سيطيل أمد الأزمة كانت رئاسة الوزراء البريطانية قد أعلن في وقت سابق أن لندن ستزدود كييف بأربع عشر دبابة من تراز تشالنجر 2 خلال الأسبوع القادمة كما نفى الكريملين الاتهامات الأوكرانية لموسكو باستهداف مبنى سكني في مدينة دينيبرو الواقعة شرقي أوكرانيا ما أصفر عن سقوط ما لا يقل عن 36 قتيلة وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن القوات الروسية لا تقصف مباني سكنية وإنما تقصف فقط أهداف عسكرية مشيرا إلى احتمال أن يكون صاروخ من الدفعات الجوية الأوكرانية سقط على المباني من جانبه أدان رئيس الوزراء السويدي الهجمات الروسية ضد أهداف مدنية في أوكرانيا بما في ذلك الهجوم على مبنى سكني في بلدة دينيبرو الأوكرانية وقال رئيس الوزراء السويدي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي قال إن حكومة بلاده تدين بأشد العبارات هجمات روسيا المتواصلة والمنتظمة ضد المدنيين والأهداف المدنية والبنية التحتية الحيوية كانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت ارتفاع حصيل الضحاير قصف الصاروخي الروسي على مبنى سكني في دينيبرو إلى أربعين قاتلا وأكثر من خمسة وسبعين مصابا علاوة على فقدان نحو ثلاثين آخرين دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إنشاء محكمة خاصة لمحكمة القادة الروس بدعوة وقوع انتهاكات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى ضرورة أن تعلم روسيا بأن العملية العسكرية في أوكرانيا لن تمر دون عقاب وطالبت بضرورة إجراء تغييرات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن في نهاية المطاف من محاكمة القادة الروس أعلنت وزارة الدفاع الروسي القضاء على أكثر من 180 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال إضافة إلى عدد من الأنظمة المدفعية الأوكرانية في دونتسكو وزابوريجيا وخيرسون وقد أوضحت الدفاع الروسي أن قواتها قد تمكنت أيضا من تدمير مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية في منطقة كراسني ليمانا نقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسي قوله أن موسكو أنتجت أول رأس حربي نووي لتوربيدات بوسيدعون العملاقة وأوضح المسؤول الروسي أنه تم تصنيع أول شحنة من ذخيرة بوسيدعون وستنشر على متن غواصة بيلجرود في المستقبل القريب كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن للمرة الأولى عما يعرف باسم توربيد بوسيدعون في عام 2018 معتبرا أنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كشف تقرير صادر عن وزارة الدفاع البريطانية أن السلاح الجو الروسي بدأ الاستعانة بأحدث الطائرات المقاتلة في ترسانته في عمليات العسكرية في أوكرانيا وأشار التقرير إلى أن روسيا بدأت بنشر طائرتها المقاتلة الحديثة من نوع سخويا 57 متعددة المهام في أوكرانيا مضيفا أنه منذ يونيو من عام 2022 استخدمت القوات الجوية الروسية بشكل شبه مؤكد هذه الطائرة الشبهية القادرة على التخفي لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التأكيد أن القوات الجوية الروسية قد استخدمت سخويا 57 ضد أوكرانيا ترجمة نانسي قنقر اتهمت روسيا دول الاتحاد الأوروبي بوضع شروط تعجزية لمنع المواطنين الروس تأشيرات سياحية أو لمنح المواطنين الروس تأشيرات سياحية وقالت الخارجية الروسية أن الغرب يشدد شروط دخول الروس لدرجة الوقوف الكامل لإصدارات تأشيرات شنجن مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يمنع المواطنون الروس من دخول لاتفيا ولتوانيا وبولندا وفندلاندا ولتشيك وإستونيا مضيفة أنه تم خفض عدد تأشيرات الدخول المتعدد إلى أدنى حد أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا بدعوة الناخبين للمشاركة في الدورة الثانية لانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها يوم التاسع والعشرين من يناير الجاري وانطلقت الحملة الدعائية لانتخابات على أن تنتهي يوم السابع والعشرين من يناير ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية في الأول من فبراير بينما سيتم الكشف عن النتائج النهائية للدور الثاني إثر انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز يوم الرابع من مارس المقبل صوت اتحاد المعلمين الوطني في انجلترا وويلز لصالح الإضراب عن العمل وفق ما أعلنه الاتحاد وكانت النقابات العملية قد دعت لتنظيم مظاهرات لاحتجاج على خطة الحكومة لإقرار تعديلات في قانون النظام العام بشأن الإضرابات وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أبرن تنفيذيا لإصلاح جهاز الشرطة وقال بايدن إن الإصلاح يأتي لمنع تكرار حادث جورج فلويد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة سو 27 تابعة لسلاح الجو الروسي رفقت طائرة استطلاع ألمانية من طراز أوريون فوق بحر البلطيق وأفادت الوزارة بأن مراقبة المجال الجوي الروسي اكتشفت على بحر البلطيق هدفا جويا يقترب من الحدود الروسية مضيفا أن المقاتلة الروسية أقلعت لمنع انتهاك حدود روسيا في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة كما أكدت الوزارة أن المقاتلة عادت للمطار فور ابتعاد لطائرة العسكرية الأجنبية عن الحدود الروسية قال متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار الألماني أولاف شولتز قبل استقالة وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت مضيفا أنه سيقترح قريبا على الرئيس الألمانية خليفة لها يأتي قرار لامبريشت بالاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييفا فضلا عن التساؤلات إزاء القدرات الدفاعية الألمانية بعد أن خرجت عدة دبابات مشا من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن الحكومة ستعلن اليوم عن خليفة لامبريشت تعهدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتشيولا بتنفيذ مجموعة إصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد والتدخلات الخارجية في المؤسسة التي هزتها فضيحة فساد مدوية الفترة الماضية وفي كلماتها أمام الجلسة العامة في ستراشبورغ قالت ميتشيولا أن أحداث الشهر الماضي أظهرت الحاجة إلى بناء روابط وثيقة مع المواطنين الأوروبيين الذين يمثلهم مضيفة أنهم سيتخذون إجراءات لتعزيز المعرقة ضد الفساد ووسائل مكافحة التدخلات الأجنبية في الهيئة الأوروبية قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أنه لا يرى حاجة فورية لمراجعة المبادئ التوجهية للتعاون الدفاعي بين اليابان والولايات المتحدة بعد التعدلات التي أجرتها توكيو في السياسات الدفاعية للبلاد واعتبر المسؤول الياباني أن المبادئ التوجهية توفر إطارا عاما وتوجها سياسيا للتعاون الدفاعي بين توكيو وواشنطن وكانت اليابان قد قامت الشهر الماضي بمراجعة ثلاث وصائق دفاعية رئيسية بما في ذلك استراتيجية الأمن القومي وتشمل التغييرات زيادة الإنفاق الدفاعي واكتساب القدرة على شن ضربات مضادة أعلنت الشرطة اليابانية مقتلى سيدة طعنا في أحد الشوارع قرب محطة للسكك الحديدية بمدينة فوكوكا الكائنة بمحافظة تحمل نفس الاسم وتقع جنوب غربي البلاد وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الشرطة تلقت بلاغا بتعرض سيدة في ثلاثينيات من عمرها للاعتداء على يد رجل بالقرب من محطة هكاتا مشيرة إلى أن الشرطة تجري البحث عن منفذ الطعن الذي فر من موقع الحادث وأفادت المصادر أنه يعتقد أنه تم طعن السيدة بواسطة سكين وأنها كانت تفاقد للوعي أثناء نقلها إلى المستشفى حيث تم تأكيد وفاتها في وقت لاحق تمكنت أطقم البحث في نيبال من العثور على الصندوقين الأسودين في موقع تحطم الطائرة المنكوبة والتي راح ضحيتها 68 شخصا من أصل 72 كانوا على متنها وقال المتحدث باسم هيئة الطائرة المدنية النبيالية إنه سيتم تسليم الصندوقين إلى المحققين أوصت منظمة الصحة العالمية بأن تراقب الصين الوفيات الزائدة الناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا للحصول على صور أشمل لتأثير ارتفاع عدد الإصابات هناك مشددة على أهمية هذه البيانات خلال فترات الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابة بكوفيد-19 وعندما يكون النظام الصحي تحت ضغط كبير وأوضحت الصحة العالمية أنه لم يتحدد موعد الاجتماع آخر مع مسؤولين الصينيين من جانبها كانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق عن نحو 60 ألف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفايروس كورونا في المستشفيات وذلك منذ أن تخلت الصين عن سياسة صفر كوفيد الشهر الماضي انطلقت فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في دوراته الثالثة والخمسين تحت شعار التعاون في عالم مجزأ ووفقا لمسؤول المنتدى الاقتصادي العالمي سيحضر أكثر من 2700 زعيم من 130 دولة بما في ذلك 52 رئيس دولة وحكومة الحدث في منتجع جبال الألب السوسرية لكن عددا كبيرا من قادة رفيع المستوى سيغيبون بالشكل الملحوظ إذا سيتغيب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اجتماع هذا العام هذا إلى جانب الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك كما سيغيب الرئيس الصيني شيجين بينجا والرئيس الروسي بلاديمير بوتين عن الحدث إلى جانب المؤسسة التجارية الروسية بأكملها وذلك بعد أن تم شطب قائمة الضيوف بسبب العقوبات المفهودة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا قال صندوق لنقد دولي أن التفتيت الشديد للاقتصاد العالمي بعد عقود من التكامل الاقتصادي المتزايد يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 70% وإن كانت الخسائر يمكن أن تصل إلى ما بين 8 و 12% في بعض الدول إذ حدث الفصل في قطاع تكنولوجيا أيضا وأشار الصندوق في تقرير له إلى أن حتى التجزئة المحدودة يمكن أن تخفض بنحو 2 من 10% من الناتج الإجمالي العالمي لكنه أشار إلى الحاجة لمزيد من العمل لتقييم التكاليف المقدرة على النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمي الأزمة الروسية الأوكرانية التي فرضت نفسها على معدلات النمو العالمي دفعت المؤسسات الدولية لمراجعة توقعتها لمعدلات النمو نظرا لما تشهد الأسعار العالمية للغذاء وقال البنك الدولي أن العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ 70 ميات واجه الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي عدة تحديات على رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية والأثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 والتي تسهم في تفاقم التوقعات السلبية للنمو خلال عام 2023 الأزمة الروسية الأوكرانية التي فرضت نفسها على معدلات النمو العالمي دفعت مؤسسات دولية لمراجعة توقعاتها لمعدلات النمو نظرا لما تشهده الأسعار العالمية للغذاء البنك الدولي في تقرير له حذر من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا ستظل مرتفعة حتى نهاية عام 2024 وقال البنك إن الأزمة تسببت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيرت نمط التجارة في العالم في أول تحليل شامل لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الأولية قال البنك الدولي إن العالم واجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي وأضاف أن تلك الصدمة تتفاقمها سيعود على تجارة الغذاء والوقود والمخصبات الزراعية الأسمدة التي تزيد بالفعل ضغوطا تضخمية مرتفعة حول العالم تعد روسيا من أكبر مصدر الغاز الطبعي والنفط الخام والأسمدة في العالم وتشكل مع أوكرانيا حوالي ثلث صادرات القمح العالمية وتسعة عشر في المئة من صادرات الذرة وثمانين في المئة من صادرات زيت دوار الشمس وقد تعطل إنتاج وصادرات هذه السلع وسلع أخرى منذ البدء في العملية العسكرية بأوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي توقعات اقتصادية متباينة بشأن حدوث ركود عالمي خلال 2023 فيما عجزت هذه التوقعات عن تقدير حدته لكنها اتفقت تقريبا على أن استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية سيبقى التوقعات بحدوث خفاض في معدلات النمو الاقتصادي عالميا ورياضيا مشاهدينا حيث يواجه المنتخب الوطني لكرة اليد نظيره الأمريكي في السابع مساء اليوم ثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في بطولة كأس العالم في السويد وبولندا وكان المنتخب قد فاز على المغرب في الجولة اللسانية بنتيجة ثلاثين هدفا مقابل تسعة عشر هدف ليتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط تأهل فريق بيرامدس إلى نهاية بطولة كأس مصر عام 2021-2022 بعد فوزه على نظره الزمالك برقلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات نصف النهاية وقد انتهى الوقتان الأصل والإضافية للقاء بالتعادل بهدف لكل فريق حيث افتتح التسجيل للزمالك اللعب حسام عبد المجيد في الدقيقة السادسة ثم تعادل لبيرامدس اللعب المغربي وليد الكارتي في الدقيقة الخامسة والخمسين ليستمر التعادل حتى ركلات الجزاء التي حسمها فريق بيرامدس يلتقي فريق الأهل اليوم مع سموحة في السادسة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهاية كأس مصر واختتم الفريق تدريباته على ملعب مختار تيتش تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني وحرص المدير الفني على عقد محاضرات للعبين للتأكيد على العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالمباراة والاستعداد لها بالشكل المناسب وخض اللاعبون تدريبات نابدنية وفنية متنوعة واختتمت فقرات الميران بتقسيمة مصغرة بين اللعبين فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة في إطار تجهيز الجميع للمباراة بلغ منتخب العراق نهاء بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 25 بعد فوزه على نظره منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد تقدم إبراهيم بايش لأصحاب الأرض في الدقيقة 18 من اللقاء وتعادل عمر عبد الفتاح لقطر في الدقيقة 28 بينما سجل أيمن حسين هدف الفوز العراق في الدقيقة 43 تأهل منتخب عمان لمواجهة المنتخب العراقي وذلك بفوزه على نظيره البحرينية بهدف دون رد في منافسات نصف أنهاء لاعب جميل ألي حمادي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 ليصعد الفريق لملاقات أصحاب الأرض في المباراة النهائية يوم الخميس المقخبل وعن حالة التقصية توقع خبراء هياة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء تقصى معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة القبرى والوحيدة واجه البحري والسواحي الشمالية وشمال الصعيدة بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة القبرى شديد البرودة على جنوب البلاد وفيما يلي بياناً بدرجات الحرارة المتوقعة إلى هنا مشاهدين نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الإخبارية ولا يفقى سوى التذكرة بأبرز ما جاء بها الرئيس السيسي يوجه بتوسيع جهود الاستكشاف والإنتاج بالتنصيق بين البترول وشركة إينا الإيطالية الرئيس السيسي يوجه بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب البنك المركزي يعلن عن زيادة كبيرة في حصيلة النقد الأجنبي وتضفق 925 مليون دولار من مستثمرين أهيانب ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترانيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكو أر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكراً جزيلاً لكم على طيب المتابعة تقبلوا تحيات زميلتي ميرفت المليجي وتحياتي لحضراتكم أنحور محمد إلى اللقاء اشتركوا في القناة